يعني ويليامز حتى الآن لم تبحث هذه الملفات بشكل واضح لكنها في زيارة للقاهرة ضمن جولة تزور خلالها عددا من العواصم ذات الارتباط الكبير بالمشهد الليبي كانت في تركيا وهي اليقى يوم في القاهرة وسبقت تركيا وستاليا القاهرة عدة محطات تجري فيها ستيفاني ويليامز سلسلة من المبحثات مع المسؤولين في هذه الدول التصور الرئيسي لدى ستيفاني ويليامز التي يحملها البعض مسؤولية تعثر الانتخابات الليبية التي كان مقررا لها في 24 ديسمبر هي والمتحدة والمجتمع الدولي بالتأكيد أنها تسعى إلى دفع مسألة وابع خارطة طريق جديدة في التعاون ما بين المجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة هي ترى أن الجنحين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة هما صلب هذا الخلاف الجذري الذي أدى إلى عدم إتمام العملية الانتخابية في 24 ديسمبر ومن ثم ترى أن تشكيل لجنة خارطة طريق من البرلمان والتوافق مع المجلس الرئاسي هو الذي ربما يقود إلى حل هذه المعضلة الأمر الآخر ستيفاني وليمز أيضا لديه تصور رئيسي بأن المهلة المحددة من الاتفاق السياسي الليبي والتي تنتهي في يونيو المقبل ما زالت كفيلة بأن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلالها ومن ثم فهي لا ترى كما يرجح كثيرون أي مشكلة في أن يستمر عبد الحميد بيبا رئيسا للحكومة الحالية لحين الانتهاء من وضع القوانين ووضع الضوابط المؤثرة والتي تنطبق عليها إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأمر الثالث هو التأكيد على التصور الذي تبناه أيضا ستيفاني وليمز من أن مسألة الميليشيات تشهد الآن هدوءا نسبيا ومن ثم لابد من البناء على هذا الهدوء الذي تعيشه ليبيا والدافع قدما في استكمال عملية توحيد المؤسرة العسكرية عبر اجتماعات خمسة زاد خمسة إلى حد كبير ما تقوم به ستيفاني وليمز وإن كان هناك بعض الانتقادات له إلا أنه يصب في المجدر الرئيسي الذي تراه الدول التي تتابع الشأن الليبي عن كثب ومن ثم فمباحثاتها في القاهرة ستكون كما يرى كثيرون في غاية الأهمية من القاهرة مراسلنا سامير عمر